هذا الموضوع أيضا بملف أيضا مرفوع ودعوة وما إلى ذلك اللي هو بتاريخ 13-9-2015 إلى اللجنة أولمبية الأمان العامة معسكر تدريبي رفع سيد حسين العميدي رئيس الاتحاد يرجى تفضل بالموافقة على الزار أمر إداري لإقامة معسكر تدريبي لمنتخب العراق لأنها شيء في محافظة هوك الفترة من 1 إلى 15-10-2015 وذلك استعدادا في المشاركة في بطولة نهائيات آسيا التي ستقام في أندونيسيا في 29-10-2015 من ميزانية الاتحاد مع التقدير هذا كان بـ 13-9 جاهم أمر إداري في 17-9 اللي هو وثيقة رقم 10 سيدنا المخرج اللي هو تقرر إقامة معسكر تدريبي داخلي للمنتقب الوطني للناشئين بكرة السلة في محافظة دوك للفترة المذكورة على استعداد النهائيات آسيا وحسب قائمة الأسماء المرفقة طيّم من ميزانية الاتحاد المعني وحسب الضوابط اللي هو الاتحاد كرة السلة بتوقيع سيد جزاهر السلاني اللي هو كان المدير التنفيذي للجنة الأولوبية في تاريخ 17-9 شنو قضية هذه الأسانية؟ عرضت حتى أبل شوية شنو قضية هذا المعسكر؟ وليش مرفوعة به قضية للنزاهة أيضاً؟ ما أعرف مرفوع به قضية هذا أو لا؟ نعم كبير نعم تفضل أستاذ علي نور الحقيقة أنا تشيط أبل التحال المركزي مشرف على منتخب الناشئين نعم فعدي معسكرات داخلية وخارجية وعدي مشاركات خارجية بطولة غرب آسيا وبطولة تأهن بطولة نهايات آسيا فالحقيقة أنا تعرف مشرف على الفريق نعم الجانب المالي مويمي ينطوني سلفة أو أسدد لهم السلفة فندق، مطعم، نقل، اسكان أو طيران إذا أطيرين وأطيهمها فوراة أنا استغربت يا أخي لذلك قلت لك أنه اللي متمرس على ذلك أنه ما يخاف ما يهمه فيجوز يسويين أكثر من هاي راح أوضح لك إياها أنا بس سريعاً نستاذ علي حتى نقصدنا منعرف نقتصر الوقت سريعاً حتى يعني نغطي أتفضل أخي 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 هذا المعسكر وهمي بدهوك نعم أنا قلت لك مشرف فريق واسمي موجود به الأخ أحد أحد مساعديني المدرب طلب من الاتحاد كتاب من رواد فجاء الكتاب جاء هذا الأمر رداري جان يقل لي استاذ هذا أمر رداري لمساعدنا معسكر بدهوك وإحنا ما رايح اللي دهوك مكوينات طانية طانية استغربت فطولت فتعرف مرات الاتحادات تسوي كتب وتلغي المعسكر ما تنفذي طلع لي وثيقة رقم واحد سيدنا فضلت أتابع أتابع لقيتم سويننا معسكر وهمي وما أخذين بي 22 مليون سويننا معسكر بدهوك ودازيننا الفندق وهمي لا رايحين احنا بهذا الفندق شلون الجرؤون وتوقعون وزورون وصلوا مع الفندق وزورون تواقعنا وزورون الأمر الإداري وزورون الكتاب لذلك هي هاي باوع هاي اللي أقول عليها الساد نور هاي وحدها خليسمعني الكابتن عدنان درجال أو مكتب رئيس الوزراء أو الأستاذ رئيس الجدد رياض والشباب عباس عليا والمحترم أو حتى الكابتن رعد لأن تخصه هذا التزوير وحده لتزوير تواقعنا وتزوير الفندق ومعسكر وهمي هذا وحده أنا طالب بقالة اتحاد أو تجميد الاتحاد حاليا لحين انهاء التحقيق لأن هذا عسكر هذا واحد ضبقي عادي البقية شون الله أعلم بيجوز نسوينا حتى مع اسكرة خاردية وحنا ما نعرف اخذوا بي 22 مليون طبعا الوثيقة موجودة الرقم 11 سيدنا المخرج الوثيقة مع الأمر الصرف والي طالع دعا شوفون هذا طبعا هاي موضوع باستمارات احتساب إيفاد داخل القطر بالدينار اللي جنة أولمبية العراقية مكتوب فوق بتاريخ 14-12 عفو 13-12-2015 هذا كل الاحتساب بالأخير مكتوب فقط 22 مليون دينار لا غيرها محمود عبد علي سعد مدير التدقيق 13-12-2015 علي ختم التدقيق والرقابة الداخلية للجنة أولمبية الوطنية العراقية يعني هذا تم رصد الأموال خلي طلع وثيقة أخرى تفضل استاذ أنا عدي وثيقة اللي جابين بيها أنه تم الصرف من أحد الفنادق استاذ علي شون جابوها يعني ما أعرف هذا طبعا حتى الفنادق يجب أن نسائل كابتن نعم كابتن لماذا أقول لك الآن الوزارة مضيقة الخناق عليهم ويردون الصرف صحيح نعم وأنا مو على كل الاتحادات مع كل احترامي لاتحادات أكواتحادات نظيفة ونزيهة وتشتغل بصورة صحيحة نعم لكن هذا يحكي الصورة على بقية الاتحادات وأكو ناس تقول يا معود أستاذ علي عبالك بس اتحادكم وأكو هاي اتحادات مثل هيش تسوي عم إذا مثل هيش تسوي نقل على الدنيا السلام طيب خلي نشوفوا الوثيقة المعسكر مهمي مسوينا اسماح الأستاذ أمم الدين أمم الدين سامينة وموقعين ببكاننا شون يكون جراء وقعت ببكاننا نعم ومجايبين وصل من فندق ومزورينه وكتاب وأمر إداري لذلك قلت لك الوزارة شاد عليهم تريد نوافذ صرف حقيقية هاي كان يأخذها ويروح وسدد خلي تابع حالكار ترى عادوا يشوف هذا المعسكر الوهمي شون صار طيب ويجز علينه وين صار هذا المعسكر بس الكشف والفاتورة ما للي عليها ختم التدقيق تسأل ليها رقم 13 زمين للمخرج رقم 13 طبعا هذا هذا هو الكتاب أمامكم أنا ما رح أذكر الاسم كله واضح أمامكم طبعا تاريخ 1 عشرة 2015 11 14 عشرة 2015 المبلغ بالأخير مكتوب فقط 21 مليون دينار عراقي تم الصرف طبعا عليها المدقق من الفندق وعليها الختم بنا تشوفون على اليمين اللي هي اللجنة الأولمبية الوطنية دائرة التدقيق والرقابة الداخلية يعني هذا تم صرفه يعني وكأنه الأمور تمام واتضح لاحقا أنه هذا المعسكر لا صار وانت چنت المشرف وانت اللي چنت مشرف على فريق الناشئين وهذا كله واضح أمامكم مكتوب وانت اللي طبعا تعرف عندما رح تقابل راحة من وراك يعني ما ترام هميا وبيه دعوة أنا مشتكي هسسا بيدعوة بالنزاهة بيدعوة الآن بالنزاهة وانا مشتكي نعم والأوليات موجودة كلها والشهود موجودين يجوا وشهدها وقلت لك أنا الولد مساعد مدرب جابة ليتفاجئت يعني إحنا هاي هاي وحدة وطاحت كتاب بالخطأ يعني إحنا cosنف